اكس بخاسة فام لماكيكس بخاس منتوى حتى للسبعة سعادة جدا بمرافقتكم كل يوم الاثنين للجمعة وليد برحومة قدام الميكرو علي باشا في الاخراج محمد لحمر في الديجيتال تابعونا بالفيديو يا اما لشن يوتيوب اكس بخاسة فام ولا لباج اكس بخاسة فام على فيسبوك زينب الباستي بعد شوية باش تعمل بنا جولة في اخبار الاربع وعشرين ساعة الاخيرة واللي باش نحكيه و باش نبدأه من الجلسة الافتتاحية لمجلس الجهات المجلس الوطني للجهات والاقاليم اهلا وسهلا بيك زينب الباستي مروان عشوري في نفس الاطار مبروك المجلس الجديد بعد شوية في الكوتجول مروان اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا الواحد بالفرحة والغبطة في تونس ما عدش يارف وين يدور الحمد لله زمنا نفرحه اليوم اللي ساعة هكالمتامرين قاعدوا في الحبس بالرغم من انه من المفروض ما يكونوش غادي زمنا نفرحه زادة اللي اصبحت عنا غرفة برلمانية ثانية مجلس الجهات والاقاليم اللي عمل الجلسة الافتتاحية اليوم ما وقلت نذكركم في الحكاية على خاطر موضوع المجلس الثاني هذا ملاهي بيه حد كان رئيس الجمهورية اللي يعتبروا الممثل الحقيقي للارادة الشعبية عن طريق عملية انتخابية شاركوا في مرحلتها الاولى حداش بالمية فقط من التوانسة اما تولي سار سار وتونس من جملة المشاكل والتحديات اللي توجهها لقات روحها ناقص غرفة ثانية في البرلمان متاح ولكن حتى الحكاية هذه ما نجمناش نعملوها على قواعدها ما نعرفش مشكلة متاعها كفاءة ولا ناس ما يعرفوش ولا شنية احدى المسائل البديهية اللي تجي للبال حول الغرفة هذه هي انه حتى حد وانه بما فيهم النواب الجدد ما يعرف بيدقة شنية الصلاحيات متاحهم في ما عدا زوز فصول في الدستور ما فيهمش برشا معلومات هذا لن يمنع السادة النواب الجدد باش يعملوا لجنة مكلفة بسياغة النظام الداخلي متاع الغرفة الثانية كيفاش هذا ممكن وقت اللي ما تعرفش شنو مصالحية بتاع النواب الله هو علم المسألة الاخرى اللي حاولها عدد من التساؤلات هي بتبع العلاقة بين مجلس الجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب لحد الان ما فهم حتى نص قانوني ينظم العلاقة هذه ويبدو انه الحكاية ماهش مقلقة حد ومنش مزروبين زادة على المسألة هذا يعني مثلا انه ما عندنا حتى فكرة شنو يسير كان الغرف الزوز يختلفوا حول ملف او مشروع قانون بما انه ما فهماش نص يقول كلمة اناهي من الغرف تمشي في الحالة هذه حاجة اخرى ممكن برشا ما يعرفوهاش هي انه من المفروض مجلس نواب الشعب يصادق على قانون مجلس الجهات والاقاليم اولا ساعة هذا مزال ما صارش ونحن نعمله في جلسة افتتاحية وثانيا اش معناها غرفة صادق على قانون غرفة اخرى بينما من المفروض يخدموا مع بعضهم غدوة والزوز يمثلوا ما يسمى بالوظيفة البرلمانية هذا زادة يطرح تساؤلات حول الغرفة الثانية على خطر منعرفوش شنية القيمة القانونية متع اعمال مجلس الجهات والاقاليم وقتلي قانون ومزال ما تعداش على مجلس نواب الشعب الاتعس في هذا الكل اللي ما نعرفوش حتى شكون من المفروض يجاوب على التساؤلات هذي هو كمال لسو تعدى في اطار ما صار 25 جوليا اللي باش يبدل حياة التوانسة مسالش كان نرتجلو في احداث غرفة برلمانية ثانية ما يقلقش هذا على اعتبار وانه الغاية تبرر الوسيلة الغاية الاولى بتبعها هاك الحكايات متع التنمية ومتع الموساوات بين الجهات وهك الشعارات هذيك والغاية الثانية والاهم بتبعها هي ارضاء سيادة الرئيس قيس سعيد صاحب الفكرة هذي متع مجلس الجهات والاقاليم كاخر مرحلة في البناء المؤسساتي الجديد متع تونس تاوي باش نبداو نشوفو في العجب وكيف تونس باش تعمل قفزة نوعية في المجالات متع التنمية وكذا كان نقصها فقط مجلس اخر حقيقة متع ربي مروان وانتي تقرأ في الكرونيك برشة افكار اه قفزت الى ذهني ووجدتني مضطرا لقمعها لا يسمح لا يسمح المجال اللي ذكرها اه افكار في في عموميتها هي في علاقة بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم اه اللي بش نحكيه على انتخاب رئيس ليه في اشعرنا اليوم اتليفات لفعشرين